لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الجيش حسب معلومات المتوفرة لدينا أنه صار أمام سيناريوهات السيناريو الأول عودة الرئيس عبد المجيد تبون في صحة تامة كما ذهب يشفى تماما من المرض ويعود في صحة تامة وهذا الأمر مستبعد صار مستبعد لديهم الأغلبية طرى بأنه مستبعد لأن إصابته عميقة حتى إذا عاد سيعود وهو مريض ويبقى مريض معناها حكاية أنه يعود كما كان من قبل يستبعدونه بناء على المعطيات التي لديهم هذه من جهة هناك إذن احتمال أن الرئيس يعود وهو مريض عاجز صحيا ربما يعود على كرسي متحرك ربما يعود يمشي على عكاز ربما لا يستطيع المشي ربما لا يستطيع التنفس وما إلى ذلك ربما يبقى إلى مدة طويلة وهو بأجهزة التنفس حتى يحمل هاله معاه كل الاحتمالات واردة وكل راءات واردة الاحتمال الثالث هو وفاة الرئيس الآن لدى المؤسسة العسكرية تطرح في فراضية وفاة الرئيس أن الرئيس يتوفى ما هي السيناريوهات التي تستعد لها المؤسسة العسكرية ما بعد وفاة الرئيس الجيش يعالج ويطرح كل الخيارات وهنا نقطة مهمة يجب أن أفتحها بقوسين من المفروض أن مثل هذا الأمر لا يعالج من طرف المؤسسة العسكرية هذه قضية سياسية لديها إجراءاتها الدستورية ولا هناك المجلس الدستوري هناك برلمان هناك مجلس أمة من المفروض أن هذا الأمر يعالج داخل هذه المؤسسات إلا إذا كان فيه أمر آخر أمر اغتيال هذا يعالج على مستوى الأجهزة الأمنية أو شيء من هذا القبيل لكن أن المؤسسة العسكرية هي التي تعقد دوريا اجتماعات وتريد أن تجد تصور مستقبلي للجزائر في جانبها السياسي لا أتكلم عن الجانب العسكري في جانبها السياسي أعتقد بأن هذا خطأ كبير ترتكبه المؤسسة العسكرية وإن توفي الرئيس ربما في المستقبل تخرج معلومات وتروج اتهامات أن المؤسسة العسكرية هي التي تخلصت من الرئيس عن طريق إدخال شخص مريض بفيروس كورونا هنا بطريقة متعمدة أو نقله بطريقة متعمدة إلى الرئيس من أجل التخلص منها قد يأتي من يقول هذا الكلام والأيام بيننا على كل حال المؤسسة العسكرية الجزائرية التي هي مفخرة للجزائريين بلا أدنى شك مؤسسة وبرزت بروزا كبيرا في مرحلة الحراك الشعبي مع المواقف التي قام بها القيد صالح آلح التي اختلف معه البعض وانتقده آخرون وأشاد بها آخرون لكن الإجماع قائم على أن المؤسسة العسكرية لم تطلق رصاصة واحدة على الجزائريين لم تسل قطرت دم واحدة من الجزائريين وهو الوعد الذي توعد به القيد صالح وأوفاء حقيقة وهي سابقة في دول عربية أو في العالم الثالث أن تحدث انتفاضة شعبية والجيش لا يتدخل بعنف والأجهزة الأمنية لم تتدخل بعنف بل تعاملت برقي ورقي متبادل كان أيضا من الجانب الشعبي مما أعطى الحراك صورة حضرية وتاريخية غير مسبوقة لو أدرك القائمون على أمر البلاد وأدرك أيضا الذين يتصدرون الحراك الشعبي هذه القيمة المعنوية والتاريخية ما وصلنا إلى هذا الحال الجيش الآن أمامه خيارات وسيناريوهات الخيار الأول هو عزل الرئيس بتطبيق المادة 102 من الدستور القديم على فكرة يجري الحديث كثيرا عن هذه المادة وهذه المادة هذه المادة كثير من الناس يتكلموا يقول لك رئيس 45 يوم أمام الرئيس لا توجد في هذه المادة ما يثبت أنه غياب الرئيس أكثر من 45 يوم يفرض تطبيق المادة عليه هذا من ناحية الدستورية القانونية لأنها مادة غامضة شوف ماذا تقول هذه المادة إذا استحاذ على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع معناها شوف ما فيه فرصة ما فيش أنه الرئيس يغيب قد يغيب الرئيس بمرض غير مزمن وليس مرض خطير يكون شيء يفرض عليه نقاها إلى مدة أكثر من 45 يوم حقيقة لكن هذه المادة لا توجد فيها ما يفرض يحد غياب الرئيس بمدة زمنية وهذا من الأخطاء والثغرات الموجودة في الدستور التي تركت الجزائر عانت على مدار سنوات طويلة من مرض بوتفريق من المفروض هذه المادة في التعديل الدستوري الجديد ما تكون بهذه الصغة أن الرئيس لديه مدة زمنية مرضية عن غياب عن مكتبه تكون فيه مادة إذا غاب الرئيس أكثر من 45 يوما عن مكتبه لأسباب شخصية أو أسباب مرضية أو أي سبب آخر هنا على المجلس الدستوري أن يتدخل بطلق معين أما هكذا فالقضية تخضع إلى الأهوان إذا الفاعلين الحقيقيين في السلطة إذا أرادوا أن يعزلوا الرئيس سيحركون المجلس الدستوري وإذا ما يريدون رايح يخلوه هكذا ينتظر يطلع على الملف الطبي والملف الطبي ها موليوا المستشارين يقول لك رنا تصلنا بابنه يعني حتى رئاسة الجمهورية وصلت لحد لا تعلم عن حال الرئيسي شيئا إذا لم يمرر أن موقع الرئيس الدستور الجديد معناها أنه لو تطبق المادة ميواثنين خلاص الدستور الجديد انتهى نعم الدستور الجديد انتهى معناها الأموال التي صرفتها الجزائر على استفتاء شعبي والتضييع الوقت في ذلك وكل رحباء المنظور وهذه من الأخطاء الكارثية التي سبق وتحدثنا عنها السلطات العسكرية وبعض النفهين في دوليب السلطة حسب معطيات التي توفرت لدينا تقول بأنهم يريدون أن يحدث إذا محدث المانع الصحي يكون الجزائر تطبق الدستور الجديد فهم الآن أمام معذلة الرئيس في وضع صحي ليس على ما يرام لا يستطيعون إظهاره ربما تدهور وضعه أكثر ربما راه في حالة مستقرة ولكنه لا يسمح له بالعودة ولا بالظهور أشياء احتمالات كثيرة المعلومات التي توفرت لدينا التي ذكرناها سابقا أنه مازال بأجهزة التنفس لا أنا ندري ما هذا حدث لاحقا ننتظر حتى ربما نحصل على معلومات في الأيام القادمة لا يستطيعون يرجع السيناريو أن الرئيس راه في وضع صحي راه يدخل ورح يدخل في نقاها وره وقع على الدستور يمارس مهامه هذه لا تنطلي سيناريو غبي جدا وإذا داروه معناها أنه لا ينطلع الجزائريين ولكن هم أيضا لا يهمهم يعني لنكون صراحة السلطات النافذة والمتجذرة والدولة العميقة في الدولة الجزائرية لا يهمها الرأي العام ولا يهمها الشعب ولا يهمها أي شيء يهمها كيف طماء يمررون الأمور ويحبكون السيناريوهات التي يريد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله